إسرائيل الكبرى وقال الرب لإبرامن أخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريكها فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك وألعن لعنك وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض تكويم 12 على 1 سالب 3 طوبة للأمة التي الرب إلهها والشعب الذي اختاره ميراثا له مزمور 33 على 12 في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرامن عزا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات القينيين والقنزيين والقدمونيين والحثيين والفرزيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليابوسيين تكوين الثالثة وثمان عشر دقيقة سالب واحد وعشرين وأعطي لك ونسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض تنعانى ملكا أبديا وأكون لهم إلها تكوين سبعة عشر على الثمانية وكلم الله موسى وقال له أنا الرب وظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بسم الله القادر على كل شيء وأما باسم يهوه فلم أعرف عندهم ولقد أقمت معهم عهدي إيضا لأعطيهم أرض تنعانى أرض غربتهم التي كانوا غرباء فيها خروجوا ستة على اثنان سالب أربعة أنا الرب الهكم الذي أخرجكم من أرض مصر لأعطيكم أرض تنعانى وأكون لكم إلها لويين خمسة وعشرون على ثمانية وثلاثون تفوا وارتحلوا واذهبوا إلى جبل الأمورييني وإلى كل الأماكن المجاورة له في السهل وفي الجبل وفي السهل وفي الجنوب وعلى شاطئ البحر إلى أرض الكنعانيين وإلى لبنان إلى النهر الكبير نهر الفراتي هوذا قد جعلت الأرض أمامكم ادخلوا وتملكوا الأرض التي أقسم الرب لأبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم تفنية واحد على سبعة سالب ثمانية فإنكم إذا حفظتم كل هذه الوصايا التي أنا غصيكم بها وعملتم بها وأحببتم الرب إلهكم وسلكتم في كل طرقه وتمسكتم به حينئذ يطلد الرب كل هؤلاء الأمم من أمامكم فتملكون أمما أعظم وأعظم منكم كل مكان تدسه بطون أقدامكم يكون لكم من البرية ولبنان ومن النهر نهر الفرات إلى البحر الأقصى يكون طخمكم لا يقف إنسان في وجوهكم لأن الرب إلهكم يجعل خوفكم ورعبكم على كل الأرض التي تدسونها كما قال لكم تفنية الحادية عشر واثنتان وعشرون دقيقة سالب خمسة وعشرين عن إلى جبل عباري من هذا إلى جبل نبو الذي في أرض موذن الذي قبالة أريحة وانظر أرض كنعانة التي أنا معطيها لبني إسرائيل ملكا تفنية اثنان وثلاثون على تسعة وأربعون وبعد موت موسى عبد الرب حدث أن الرب كل ما يشوع ابنان خادم موسى قائلا موسى عبد قد مات فالآن قم يعبر هذا البرد أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم أي لبني إسرائيل كل موضع تدوسه بطون أقدامكم أعطيته لكم كما قلت لموسى من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات كل أرض الحثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم لا يقف أحد أمامك كل أيام حياتك كما كنت مع موسى أكون معك لا أغملك ولا أتركك تشدد وتشجع لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي أقسمت لأبائهم أن أعطيهم إياها ميراثا يشوه واحد على واحد سالب ستة هذه هي البلاد التي ورثها بني إسرائيل في أرض كنعانة التي قسمها لهم العزار الكاهن ويشوع بن نون ورؤساء أباء أسباط بني إسرائيل ميراثا يشوع 14 على واحد وضرب داود هدد عزري بن رحوب ملك صوبة وهو باهب لاسترجاع تخومه عند نهر الفرات 2 صمويل 8 على 3 حتى العهد الذي قطعه مع إبراهيم وقسمه لإسحاق وأثبته ليعقوب فريضة ولإسرائيل عهدا أبديا قائلا لك أعطي أرض كنعانة نصيب ميراثكم وأنتم قليلون قليلون وهرباء فيها واحد أخبار الأيام رابعة وست عشر دقيقة سالب تسعة عشر وضرب داود هدد عزري ملك صوبة إلى حماة حين ذهب ليثبت سلطانه على نهر الفرات واحد أخبار الأيام ثمانية عشر على ثلاثة الذي قطعه مع إبراهيم وقسمه لإسحاق وأثبته ليعقوب فريضة ولإسرائيل عهدا أبديا قائلا لك أعطي أرض كنعانة نصيب ميراثك حين كانوا نفرنا قليلنا وهرباء فيها مزمول مئة وخمسة على تسعة سالب اثني عشر الذي ضرب أمما عظيمة وقتل ملوكا أقوياء سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان وكل ممالك كنعانة وأعطى أرضهم ميراثناً ميراثناً لإسرائيل شعبه يا رب اسمك إلى الأبد وذكرك يا رب إلى دور فدوري مزمول مئة وخمسة وثلاثون عشر إلى ثلاثة عشر وكان في السنة الخامسة عشرة لسكن أبراهيم في أرض كنعانة وهي السنة السبعين من حياة أبراهيم أن الرب ظهر لأبراهيم في تلك السنة وقال له أن الرب الذي خرجتك من أوري كديمة ليعطيك هذه الرضا ميراثاً فلا نسر أمامي وكن كاملاً واحفظ وصيايا لاني لك ونسلك أعطي هذه الرضا ميراثاً من نهر مصر إلى النهر الكبير الفراتي يا شر ثلاثة عشر سبعة عشر إلى ثمانية عشر قم عيسو ورجع إلى يعقوب وفعل كل ما أشار به عليه نبيوت إن إسماعيل وأخذ عيسو كل الثروة التي تركها إسحاق النفوس والبهائم والبهائم والممتلكات وكل الثروة ولم يعطي يعقوب أخاه شيئاً أخذ يعقوب كل أرضاً كنعان من وادي مصر إلى نهر الفراتي فاتخذها ملكاً أبدياً لأولاده ونسله من بعده إلى الأبدي وهذه هي الكلمات التي كتبها يعقوب في السفر قائلناً قرض كنعان وكل مدن الحثيين والحويين واليابوسيين والأموريين والفرسيين والجرجاشيين كل الأمم السبع من نهر مصر إلى نهر الفراتي ياشر سبعة وأربعون أربعة وعشرون سبعة وعشرون وكان بعد موت موسى أن قال الرب ليشوع بن نون قم وعبر الأردن إلى الأرض التي أعطيتها لبني إسرائيل فتورث بني إسرائيل الأرض كل مكان تدوسه غطون أقدامكم يكون لكم من برية لبنان إلى النهر الكبير نهر فراث يكون تخومكم يشو ثمانية وثمانون على واحد سالب ثلاثة قل له أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلبانيين لأعطيك أرض الكنعانيين لتمتلكها إلى الأبد وأكون إلها لك ونسلك من بعدك وفي ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام عهدا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفراتي القينيين والقنزيين والقدمونيين والفرزيين والرفاليين والفقوريين والحويين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين يبيل أربعة عشر على سبعة ثمانية عشر وأعطي لك ونسلك من بعدك الأرض التي كنت غريبا فيها أرض كنعانة لتمتلكها إلى الأبد وأكون لهم إلها يبيلات الثالثة وعشر دقار قلت لأبي عقوبة بك يسلب الرب الكنعانيين ويعطي أرضهم لك ونسلك من بعدك لوهين الثالثة وعشر دقار وبعد هذه الأمور يطلع لكم الرب نفسه يسوع المسيح نور البر فترجعون إلى أرضكم زابلون الثانية واثنتان وثلاثون دقيقة وبعد أن تصغروا وتصيروا قليلين تعودون وتعترفون بالرب إلهكم فيردكم إلى أرضكم حسب رحمته الكثيرة نفتل الواحدة وثلاثون دقيقة